يعطيكم العافية، اليوم رح نأخذ درس دورة حياة تطوير نظام المعلومات بعد أن تعرفت طرق الحصول على الفرمجية بنظم المعلومات حكينا ممكن أن نعمل شراء للفرمجي إلى نظم المعلومات أو أن نطور النظام الموجود عندنا سنتعرف الآن إلى مراحل متبعة لتطوير نظام المعلومات داخل مؤسسة الأعمال أو من قبل شركة تكنولوجيا معلومات التفق المختصون على تسمية مراحل تطوير نظم المعلومات الكبيرة في دورة حياة تطوير النظام وهو ما أطلق عليه باللغة الإنجليزية System Development Life Cycle وهي منهجية تقليدية تستخدم لتطوير نظام المعلومات المطلوب إذن ما هي حياة دورة حياة تطوير النظام؟ منهجية تقليدية تستخدم لتطوير نظام المعلومات المطلوب هذا هو، هذا عندي هون هذا هو تعريف دورة حياة تطوير النظام ما هي الخطوات أو ما هي مقومنات دورة حياة النظام؟ تتكون دورة حياة تطوير نظم المعلومات من مجموعة من المراحل المتدالية إذ يتم بناء النظام بشكل تطويري أي أن النظام يتطور بعد كل مرحلة إلى أن يصل إلى النظام النهائي المطلوب وعدنا سبع مراحل لحتى نعمل نظام معلومات هدلا أولاً بدي أعرف النظام ثانياً بدي أعمل تحديل النظام الموجود عني وبعد هيك ببلش أصمم النظام بعد تصميم النظام بقوم ببرمجة النظام اللي بدي أستخدمه بعد برمجة النظام لابد أن نفحص النظام للتأكد أنه شغال مية بالمية بعد هيك بقوم بتنفيذ النظام وبعد آخر أشيء عندي صيان هذا النظام بشكل دولي طبعاً العودة إلى المرحلة أو المراحل السابقة بقدر أرجع لها في أي وقت لما أكون أنا عم بشتغل في تطوير النظام فيما يلي فيه هنا شرح لمناقشة من نظام استعارة الكتب في المكتبة المدرسية أول خطوة عنا تعريف النظام تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل فهي المرحلة الأولى التي يبنى عليها جميع المراحل التي تليها أنا بدي أحدد لشو بدي أكون النظام موجود عندي أولاً بدي أحدد الهدف من بناء هذا النظام تحدد الأهداف الرئيسية والمنفع المرجوة من بناء النظام فالهدف من بناء النظام استعارة الكتب في المكتبة المدرسية هو تسهيل عملية استعارة الطلاب للكتب عمل قاعدة بيانات الكتب الحصول على تقارير محوسبة عن المكتبة المدرسية أنا أحددت أهدافي لحتى أبني عليها النظام بدي أحدد متطلبات النظام ثانياً أحددت الأهداف الآن شو المتطلبات اللي عندي أحدد أهم المهام التي سيقوم بها النظام فمن متطلبات بناء نظام استعارة الكتب السماح للطلاب باستعارة الكتب إمكانية البحث عن كتاب وإخراج تقارير إحصائية عن الاستعارة والكتب أنا هنا أبردت بأفكار الآن بدي أحدد مهام النظام هنا تفضل متطلبات النظام إلى مهام مجزة أو محددة ففي نظام استعارة الكتب في عنا مجموعة من المهام أولاً بدي أسمح للطالب باستعارة حدد محدد من الكتب بدي أحدد فترة استعارة الكتاب بزمن محدد البحث عن كتاب من خلال اسم الكتاب أو المؤلف أو التصنيف تصدير تقارير عن أسماء الطلاب المستعيرين تصدير تقارير بالكتب الموجودة في المكتب المعارى وغير المعارى رابعاً بدي أحدد الخيارات التكنولوجية المتاحة لتطوير النظام في هذه المرحلة تستعرض الخيارات التكنولوجية المتاحة سواء كانت أدوات أو برمجيات لاختيار الألسف منها وبما يخدم متطلبات النظام يمكن اختيار من قواعد بيانات مختلفة كما سيتم استخدامه في بناء نظام استعارة الكتب الآن نشاط أربعة ستة بدنا نقارن بين نظام استعارة الكتب في مدنة تبه مدرسية وفي مكتبه عامل خليني نقرأون من هون وجه المقارن إذا بدنا نقارن بين مكتبه مدرسي ومكتبه عامل من حيث أدت الأشهزة المستخدمة في نظام المكتب المدرسي نستخدم جهاز واحد على الأغلب بينما في المكتب العامل رح نحتاج لأكثر من جهاز لأنه رح يكون العداد أكبر نوع قواعد بيانات المستخدم في نظام مكتب المدرسة تكون صغيرة وتتكون غالبا من ثلاثة جداور على الأكثر بينما في المكتب العامل تكون كبيرة نوعا ما تتكون من عدد كبير من الجداور أكثر من ثلاثة الحاجة إلى وجود شبكة الحاسوب في شبكة نظام مكتب المدرسية لا نحتاج لوجود شبكة الحاسوب في المكتب العامل طبعا نحتاج إلى وجود شبكة الحاسوب وجود موقع إلكتروني في المكتب المدرسية لا يحتاج إلى وجود موقع إلكتروني لها في المكتب العامل من الأفضل أن يكون لها موقع إلكتروني في الغالب الآن نحدد المشاكل والصعوبات المتوقعة والمحتملة التي تقدر عيق بناء النظام في هذه المرحلة يتم تحديد أهم المشاكل والحلول المقترحة لها ففي نظام استعارة الكتب المدرسية قد تكون المشاكل في عدم توافر جهاز حاسوب مخصص المكتبة أو الوقت المستخدم لإدخال جميع الكتب الموجود في المكتبة إلى نظام الاستعارة جديد يجب أن تتم هذه المرحلة في تعريف النظام على أكمل وجه لأن أي نقص في كتابة المتطلبات أو المهام يجعل إضافة أي متطلبات أو مهام جديدة أمر صعب أو غير ممكن على الإطلاق لهذا تعطى هذه المرحلة كل الوقت والاهتمام اللازم لإنجازها يعني أنا فيها مرحلة تعريف النظام لازم أحدد المهمات المتطلبات الصعوبات والمشاكل والمحيقات اللي ممكن أتخرب عليه بناء النظام الآن بعد ما أنا قمت بتعريف النظام اللي بدي أبنيه بدي أعمل تحليل للمظام في هذه المرحلة تجمع كل المعلومات عن النظام المراد بناءه للمؤسسة بشكل وافي وكافي لبناء النظام المعلومات الجديد ويجب مراعاة الأمور الآتية عند جمع المعلومات عن النظام وتحليلها 1- متطلبات المستخدمين واحتياجاتهم 2- متطلبات العمليات التي يجب أن تتغفر في النظام 3- المتطلبات الأمنية للنظام 3- تحديد البنية التحتية للنظام من أجهزة ومعدات وشبكة حسن 4- ففي نظام استعارة الكتب يجب جمع المعلومات عن المستخدمين وكيفية استخدامهم للنظام 5- وفي العادة يكون المستخدم في نظام استعارة الكتب هو الطالب وأمن المكتبة 6- تحدد عندنا الأفراد رح يستخدمون النظام 7- ومن أبسط الإجراءات الأمنية لحماية النظام هو وضع اسم مستخدم وكلمة أسر عند الدخول للحفاظ من العبث 8- وتحدد البنية التحتية للنظام بشكل وافي حتى يتم توفيرها عند تشغيل النظام 9- الآن ننقوم بتصميم النظام 10- يتم في هذه المرحلة وصف كيفية عمل النظام وكيفية عمل لتفاعل مع المستخدمين 11- وفي هذه المرحلة يتم تحديد مدخلات النظام ومخرجاته وكل جزء من أجزائه 12- تصميم واجهات عمل للمستخدم التي من خلالها سيتفاعلون مع النظام 13- تصميم قواعد البيانات للنظام وتحديد طريقة عمل لإجراءات مطلوبة في النظام 14- وفي نهاية هذه المرحلة يتم إنشاء مجموعة من المخططات التي تصف كيفية عمل كل جزء من أجزاء النظام 14- حتى يتم إرسالها إلى المبرمجين للبدأ في برمجة النظام 15- خلصنا وصممنا الآن نقوم ببرمجة النظام 16- في هذه المرحلات ترجم المخططات التي تم تصميمها في المرحلة السابقة إلى برامج باستخدام إحدى لغات البرمجة المختلفة 16- يعني أنا مثلا بقوم بعمل نموذج بحدد فيه أنه مثلا عند إدخال كلمة السر يتقل إلى الصفحة الرئيسية وهكذا 17- هذا اللي أنا رسمت الرسالة 17- في مرحلة البرمجة بدنا نترجمه على شكل كودات حتى يصير عندي برنامج 17- تطبق تصاميم قواعد البيانات باستخدام إحدى قواعد البيانات المعروفة وغالبا ما تكون قاعدة البيانات التي تم احتيارها في المرحلة الأولى من بناء النظام 18- إذا كان النظام معلوماتي بسيط من الممكن برمجته على إحدى برمجيات قواعد البيانات مثل الأبسز 18- اللي تعرفنا عليها في الصف العشر 18- بعد إكمال البرامج عندي وبرمجته وتنفيذه الآن عندي فحص النظام 19- في هذه المرحلة تتأكد أن النظام يقوم بمهامه بشكل صحيح 20- وتتأكد بالخلوة نظام من الأخطاء 20- وبأنه حقق جميع المتطلبات والمهام المفلوبة منه 21- الآن ننقوم بتنفيذ النظام 21- أولا في هذه المرحلة يتم تحويل العمل من المؤسسة من العمل بالنظام القديم إلى العمل باستخدام النظام الجديد 22- بطرات الطرق إما باستخدام مباشر أو استخدام متزامن أو بالاستخدام المرحلي المتدرج 23- في حادة الاستخدام المباشر العمل بشكل مباشر على النظام الجديد والتوقف عن العمل بالطريقة اليدوية أو استخدام النظام القديم إنوجب ففي نظام استعارة الكتب المدرسية قد يتوقف استخدام الاستعارة والسجلات اليدوية إلى استخدام نظام إلكتروني مباشرة الاستخدام المتزامن نستخدم نظام جديد مع البقاء في استخدام الطريقة القديمة لفترة محددة للتأكد من خلو النظام الجديد من الأخطاء وعندها يتم التحول بالكامل إلى النظام الجديد الاستخدام المرحل المتدرج تستخدم هذه الطريقة عندما يكون نظام المعلومات ضخما وكبيرا يحتوي على العديد من الأنظمة الفرعية فيتم تطبيق هذه الأنظمة بشكل تدريجي للتأكد أنها لا تحتوي على أخطاء وعندها يتم استخدام نظام فرعي آخر حتى يكتمل النظام بأكمله مثلا ممكن أني أشغل مثلا بس الاستعارة بدون البحث أو البحث بدون الاستعارة حتى أتكد من جميع أجزاء النظام أنه جغالهم ت 100% يصعب تطبيق هذا الأسلوب حكينا في نظام استعارة الكتب إلا إذا كان نظام المكتب جزءا من نظام الدرسي أكبر يشمل الطلاب والعلمات والهيئة الدرسية وغيرها من الأبصى وأخيرا عندي الصيانة عند الانتهام وتطوير النظام الجديد يعمل لفترة من الزمن قد تمتد إلى عدة سنوات ما دام النظام بحق الإهداف المطلوبة قد ينتهي به الأمر بعد هذه السنوات إلى تطوير النظام الجديد واستبدال النظام القديم لمواكبة التطور الحاصل في منظمة الأعمال ولا شك أنها النظام وأثناء فترة التشغيل سيخضع إلى التطقيق والمراقبة لإدامة عملهم بشكل صحيح وأنه ما زال يحقق الأهداف المرجوة منه وخلال فترة تشغيل النظام يحتاج حتما إلى أنواع من الصيانة أولا نتحر الأخطاء المختلفة في البرامج التي تظهر خلال فترة عمل النظام ومعالجتها بدنا نكون بتحديث النظام بمواكبة التطور في شروط العمل مثل إضافة قوانين جديدة على مستوى موافمة الأعمال أو على مستوى الدولة مثل إضافة نوع جديد من الضرائب أو سيادة الضريبة سابقة إضافة إمكانية جديدة للنظام لم تكن متوافرة أصلا إذا كان تصميم النظام يسمح بذلك ثامنا ننتعرف على فريق عمل تطوير نظام المعلومات لا شك أن تطوير نظام المعلومات يحتاج إلى شهود فريق متكامل من المتصين عندنا المستخدمين للنظام اليوزر اللي هم إحنا محللين النظام اللي هم السيستم الألساس وعندنا المبرمجين والمطويرين وعندنا الخبراء التقنية فنتعرف عليهم واحدة وحدة أن المستخدمين للنظام مجموعة من الأشخاص الذين سيتخدمون النظام عند الانتهاء من مثلاً أن في النظام مكتب المدرسي أن الإدارة والمعلمين والطلاب هم المستخدمين محللين للنظام أنهم مختصين في تحليل نظام المعلومات يمتلكون مهارات عائلية في تحليل ما هو مطلوب من النظام وتحويل ذلك إلى تصميم مناسب باستخدام أحد تصميم للماذج التصميم للبدء ببناء النظام المبرمجين هم أشخاص يمتلكون مهارات عالية في لغات البرمجة والأدوات اللازمة لبناء النظام مثل البرسي بلس بلاس ويس جافا وينتلكون كذلك مهارات في بناء قواعد بيانات باستخدام الأكسس أو الأوراكات الخبراء والتقنيون هم أشخاص لديهم الخبرة والمهارة الكافية في الأدوات اللازمة لتطوير مضم المعلومات مثل مختصة شبكات الحاسب يعطيكم منعفية هيكتها الدارس رح نحلل الأسئلة في حصة أوفرة إن شاء الله